أهلا بكم من جديد في مطلع ساعاتنا الثانية التي سنبدأها بملفنا الصحي إذ يتعرض بعض الأشخاص لحوادث أو أمراض ينتج عنها إصابتهم بالشلل التام بمعنى فقدانهم لأغلب قدراتهم الحركية والتعبيرية مع بقاء الدماغي بحالة سليمة نعم يعني في هذه الحالات للأسف يصبح التواصل والاندماج بين الشخص المصاب والمحيط مع دوما خاصة مع فقدان المصاب بالشلل قدرته على الحديث والكتابة والتعبير ولكن في حالات نادرة تبكن البعض من الاعتماد على التكنولوجيا لتحسين فرص التواصل ومن أشهر هذه الحالة طبعا العالم الفيزيائي المعروف ستيفن هوبكينغ بالفعل لكن ماذا عن فرص الآخرين رؤى في التواصل يعني يبدو أنه هناك أمل جديد ضمن إطار برنامج تعاون بحثي طويل الأمد يسمى برينغيت تشرف عليه شركات ومراكز أبحاث أمريكية تمكن أو تمكن رجل مصاب بالشلل التام منذ عام 2007 من مشاركة أفكاره بفضل هذه الزرعة الدماغية نعم طبعا نتكلم عن هذه التجربة هذه التجربة تقوم على مبدأ استخدام التكنولوجيا من خلال هذه الزرعة الدماغية التي يمكنها ترجمة أفكار الشخص وخط يده المتخيل باعتبارها واجهة دماغية حاسوبية تستخدم الذكاء الاصطناعي لترجمة الإشارات للنشاط العصبي الذي يتولد عند الكتابة باليد وترجمته لخط فعلي على الحاسوب نتابع بعض التفاصيل حول هذه الزرعة الدماغية إذ أشار الفريق البحثي لبرنامج برينغيت إلى أن الرجل الذي أجريت عليه التجربة والبالغ من العمر 65 عاما تمكن من الكتابة بسرعة وصلت إلى صحة وصلت هذه السرعة إلى 90 حرفا طبعا في الدقيقة وأن طبعا دقة الكتابة والترجمة وصلت إلى 94% وبلغت نحو 99% عند تفعيل خاصية التصحيح التلقائي للنص والأهم أن سرعة كتابة الشخص قاربت سرعة قراءة طبعا دين يستخدمون الهواتف الذكية وتبلغ 115 حرفا في الدقيقة إذن نتحدث أكثر حول هذا الموضوع مع أخصائي أمراض الدماغ والأعصاب الدكتور طارق الدباس مرحبا بك معنا دكتور طارق إذن بداية دعنا نتعرف على أسباب الشلل التام وهل تكون ناتجة عن حوادث معينة أو أمراض نعم صباح الخير شكرا لكم وصباح الخير لجميع المشاهدين الشلل بشكل عام يعني هو أما أن يكون ناتج عن طريقة إصابة أو عن طريق مرض بالعادة الإصابات هي بتكون إصابات نتيجة إصابات رياضية بالعادة نتيجة بعض أنواع رياضة مثل رياضة الكرة القدم أو الرقبي أو المصارعة أو هوك الجليد نعم النوع الآخر من الإصابات بتكون نتيجة حوادث السير طبعا حوادث السير اللي بيصير فيها إصابات خاصة لمنطقة العنق والرقبة اللي هي المنطقة اللي بيكون فيها يعني الشلل بنتج عن إصابات في منطقة النخاع الشوكي في منطقة الرقبة وفي منطقة العنق وفي المقابل فيه هناك يعني ممكن تكون نتيجة برضو بعض الإصابات مثلا الغوص في المياه الضحلة ممكن السقوط من الماكل مرتفعة يسبب هذا الأمر يعني هناك حوادث كثير أيوة ممكن تسبب هذا النوع من الشلل نعم وغير الإصابات فيه عندنا الأمراض الأمراض التي تصيب النخاع الشوكي العنقي ومنطقة قاعدة الدماغ أو جلع الدماغ مثل أمراض التصلب المتعدد أو التصلب الجانب الضموري أو بعض الأمراض التي تتمثل تعالى العصاب الطرفية أحيانا بنتج فيها نتيجة مثلا التهاب فيروس معين بعد بسبوعين ببدأ الشخص يشعر بتنميل وخدران وضعف بيديه وأجريه وهذا بسبب له أحيانا نوع من الشلل طيب دكتور يعني اسمحني ما نوع الشلل؟ فيه شلل تام؟ يعني هناك أسباب كثير والأنواع كثير ولكن دعنا نتوقف عند فكرة البحث والتجربة هذه العلمية الجميلة يعني ما أهمية وجود هذا النوع من التجارب التي يعني تكون نوع أمل للمصابين بالشلل نعم هذه التجارب تعطي فرصة للمرضى أن هذا الشخص المصاب بالشلل زي ما حكيت أنت في المقدمة تاتك أنه ممكن هذا الشخص يكون بس عنده شلل بيديه ويجريه ما عندهش قدرة على التخاطب ولكن دماغه والذكاء عنده عالي جدا وعنده القدرة على التخاطب وعنده القدرة على الأمور هاي فهم الفكرة أنه مزرع هاي الزرعات سواء الفكرة اللي حكيت عنها البي سي آي اللي هي برين كمبيوتر انترفيس أو شركة نورالينك تاعت آيلون ماسك اللي هم بزرع عن طريق مثلا اللي هو الروبوت الجراحي بيعطه زرعة أو اللي هي شريحة صغيرة جدا في منطقة الموتور كورتكس أو اللي هي القشرة الدماغية الحركية وبالتالي بتفعل عن طريق قراءة يعني استشعارات أو اللي هي الكهرباء الدماغ بحولوها عن طريق الخوارزميات الذكاء الاصطناعي إلى رسومات أو إلى كتابات على أجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة الذكية وهذا بساعد المريض في المستقبل أنه يكتب رسالة نصية أو يدخل على البريد الإلكتروني تاعه أو ممكن بعض الدراسات ممكن أن تعمل على أن المريض بهذه الطريقة يقدر يحرك أحد أطرافه أو عن طريق أطراف صناعية عن طريق روبوت يساعد في الموضوع طيب خلينا نتحدث أكثر دكتور طارق عن فكرة التجربة العلمية وكيف تعمل هذه الزرعة الدماغية على ترجمة الأفكار نعم نعم حاليا في غير هذه الدراسة في دراستين أو شركتين في بينهم تنافس الشركة الأولى هي شركة نورالينك اللي حكينا عن طريق زرحة عن طريق الجراحة هناك شركة ثانية تعمل على حقن هذه الشرائح عن طريق الوريد يعني بحقنوها في منطقة الشرائح الوريد في منطقة العنق وابتصل إلى مناطق دقيقة جدا قريبة في الشرايين دقيقة جدا في المناطق القريبة من الجبهة الأمامية المسؤولة عن الحركة أو منطقة وسط الدماغ وهذه الطرق ممكن نستخدمها كمان لعلاج الشلل أو بعض الأمراض العصبية الأخرى مثل الشلل الرعاش يعني مرض باركنزون عن طريق زيادة إفرازات مادة الدوبامين فكرة هذه الزرعات هي تعمل على أنه تحويل أو تقراءة اللي هي أفكار الشخص عن طريق فهم يعني اللي هي كهرباء الدماغ أو السيارات العصبية وعادة يعني فك الشفرات هذه وتحويلها إلى كتاب كما أنه لو الشخص كتب بيده كما حكيتم في الحلقة أنه حتى يعني الطريقة هذه كانت سريعة جدا لأنه الشخص كتب 90 حرف خلال دقيقة مقارنة مع شخص العادي اللي بكتب على السمارتفون ممكن يكتب 115 حرف فنسبة النجاح في هذه العملية كانت 95% بس بالمقابل لسه كانت تجربة واحدة طيب حلو إيش هي التحديات اللي ممكن تواجه هذا النوع من التجارب وكمان هل تختلف يعني بحسب استجابة كل شخص وآخر أكيد هو حيكون اختلاف من شخص لآخر باعتمد على يعني جهاز المناعة هل يتقبل هذه النوع من الشرائح أو لا بس بشكل عام نحن نعرف أنه في جسم الإنسان غير الدماغ نحط إحنا الاستنتاج في القلب نحط أجهزة أخرى في الجسم وحتى في الدماغ كنا نعني يضعوا دكاترة العصاب ودماغ ومراهة العصاب كانوا يضعوا أجهزة التي تحفيز الدماغ وتحفيز العصب الحائر طبعا التحديات كثيرة أهم تحدي ممكن يكون تحدي يعني أول شي فيه تحدي مادي لأنه هاي الأمور ستكون مكلفة ومش بسهولة ستكون يعني تصل إلى بالصورة تجارية التحدي الآخر اللي بشوفه أنا أنه يعني في عندك يعني بعد أو تحدي أخلاقي هل يتم قبول الفكرة ولا لا في عندك تحدي فلسفي يعني أو تحدي يعني ثقافي وديني يعني بعض الشعوب أو بعض الثقافات لن تتقبل فكرة زراعة شي في دماغ الإنسان كونه هذا تدقل في أمور الخلق والخالق التحدي الآخر اللي هو اللي أنا بشوفه شخصية ممكن يكون سيء يعني طبعا اللي هو التحدي إذا كان هذه الشريحة مثلها مثل أي شريحة يعني إذا كان الشخص القادر على تعيين الـ IT عمله على تحكير الشريحة هاي فنصل إلى مرحلة من الخطورة ممكن الشخص يمكن التحكم في صير عندك brain أو mind hackering وهذه الأمور بصير خطيرة جدا نعم نشكر مدخطك معنا لهذا النهار اختصاص أمراض الدماغ والأعصاب الدكتور طارق الدباس شكرا جزيلا لك مشاهدينا